طيب ايه رأيكم ناخد محمد صلاح رياضة المصري اليوم محمد صلاح يحصد جائزة الافضل في بطولة الدوري الانجليزي بأصوات الجماهير الجماهير توجته بالمناسبة وده اللي اعلنه طبعا يعني كل المسائل الاعلام اللي موجودة في انجلترا وقالت ان التصويت حسم لصالح صلاح ده مش الخبر الاولاني ان البس والوحيد عن صلاح لكن اليوم السابع كان نزل الخبر الخاص بان محمد صلاح وفي نفس الاسبوع قبلها بيوم وصيفا بقائمة افضل 11 لعب في تاريخ ليفر بول بالقرن الواحد وعشرين قائمة دي بينزلها النادي دي غير طبعا استفتاء الجماهير في الدوري الانجليزي قائمة بتقول ان صلاح هو رقم اتنين اما ساديو ماني اللي دايما كان اسمه بيتردد فهو رقم سبعة في هذه القائمة اللي بتضم العزماء اللي مروا في تاريخ ليفر بول مبروك لصلاح يستاهل طبعا واحنا عارفين هذا الخبر اللي كان شوية فيه مناغشة للجمهور اللي نزلته اخبار اليوم يا ابني بس انا جاي اتكلم كلمتين سبني اقولهم طبعا محمد صلاح دي كانت جملة شهيرة تدولتها وسائل الاعلام لما كان موجود في الندوة الخاصة بمعرض الكتاب اللي بيقام في دبي معرض الشرقة تحديدا كانت ندوة حضرها ملاء يعني الاف الناس اللي كانوا موجودين ومستمتعين عايزين يعرفوا رحلة صلاح الكروية كان فيها ايه وازاي اصرت فيه قراءات حتى وان كانت بسيطة في انها تعمل مسيرة نجم عربي وصل للعالمية فخر العرب زي ما بنقول صلاح التقدير اللي شايفه وقت الاستقبال سواء كان بالامرة اللي استقبلوه بدءا من وصوله بالطيارة لالاف الناس اللي كانت مصطفى على الجانبين والمئات اللي حضرت فيه الندوة بتاعته لمناشط الجمهور ليه اكيد شيء يستده ان احنا نفتخر به احنا مفتخرين قوي بمحمد صلاح فخر العرب رغم ان ليفربول اعلن ان ده الموسم الاخير لحد شهر يناير لاننا بنتمنى لك الخطوة الجاية تكون انت حبيبها وعايز تروح لها بنفسك عشان تبدع فيها اكتر واكتر مبروك لمحمد صلاح كل ده